أحباتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأسبوع السابق تكلمنا عن إزاي نشأت الجراحة التقليدية وإزاي تحولنا من الجراحة التقليدية لجراحة المناظير وإيه مزايا جراحة المناظير عن الجراحة التقليدية وبدأنا في استعمالات جراحة المناظر واتكلمنا عن أكياس المبيض المختلفة وقلنا أنه المبيض ده ممكن يطلع منه أي نوع يتخيله إنسان من الباثولوجي أو من الأمراض ومليء بالأمراض لأنه يحتوي على النسيج الإكتوديرم والميزوديرم والإندوديرم وبالتالي عنده قدرة على أن يطلع أي نوع من الأوراق النهاردة هنوصل حديثنا ونتكلم على علاقة جراحة المناظر بالعقم إزاي جراحة المناظر فادت الجماعة اللي هم بيخلفوش وهل فادتهم فعلا ولا لا طبعا الحقيقة جراحة المناظر زي ما قلنا في الحلقة السابقة بدأت بكل معانيها سنة 1981 وإحنا عافلنا العقم هو أنه زوجين متزوجين ومضى سنة على الزواج ولم يحدث حمل في وجود علاقة زوجية منتظمة بعد مرور السنة ونبدأ بعد رحلة البحث بنعمل تحليل سائل منوي للزوج بنعمل بنشوف السيدة تبويض أخبارها إيه أخبار التبويض إيه بنشوف قناة فالوب فيها مشاكل ولا دول تات عناصر الأساسية المسؤولين عن عدم إحداث الحمل وهو تحليل سائل منوي عند الزوج تبويض عند الزوجة اختبار يشوف قناة فالوب فيها مشاكل ولا لأنه عشان يحصل الحمل لازم عندنا بويضة لازم عندنا حيوان منوي ويتقابل في القناة فالوب ثم ينزرع في الرحم يبقى عشان يحصل الحمل لازم عندنا حيوان منوي لازم عندنا بويضة لازم عندنا رحم فدول تلت عناصر أساسية لإحداث الحمل عدم وجود أي منهم يؤدي إلى تأخر حدوث الحمل هناخد اتصال تلفوني ونوصل حدثنا تفضل شوارة تلفوني هلا بيك حدثنا عذرتك هتكلم في موقتة في أقلم الديئة كده وعذرتك تبقى تعلق بعبدها حدثنا في الحالات اللي بيبقى فيها فروزن بيلفز ازاي بيكون التعامل مع الحالات ديك سيظر لما مش موجود موجود هاي بيصال بليك واللي يكون فيه حاجة في التيوب هعفلها مثلا من اليوترس ولا هعفلها من البط طب لو فيه فروزن بيلفز ولو فيه توشكل السوست الحالات دي بتتعالج ازاي ان غالبا بيحصل بيكسي اكتر من مرة فبيتم التعامل ازاي في هذه الحالات حالك طبيعي فانديم؟ لا اي فانديم طيب اوكي حاضر حاضر السؤال لو سال صالح من شقين الشق الاولاني بيكلم على آآ 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 منتفخة قنات فالو قنات هاي فالوب منتفخة وآآ آآ فيها سائل ومقفولة من نهايتها آآ 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 خلاق إحنا عرفنا لوقتي بقالنا حوالي عشرين وخمس وعشرين سنة انه الموضوع ده لازم نفصل هذه الانبوبة من الرحم لانه احنا لو سيبناها السائل الموجود داخل قناة فالوب بيصب في الرحم وبيقتل الأجنة فالحل الأمثل يا أستاذ صالح أن احنا بنفصل هذه الأنبوبة من الرحم إذا كانت واحدة أو اثنين بيتفصلوا عن الرحم وبنفتح الأنبوبة دي اللي هي مليانة سائل علشان درينيج عشان اللي جواها يخرج في البطن وبنخسر البطن وممكن نحط درناء داخل البطن ده بالنسبة للإجابة على السؤال الأول السؤال الثاني وهو بيقول أنه الجماعة اللي عندهم أكياس دموية اللي هو اندومتريومة بطنة الرحمية مهاجرة والأكياس الدموية دي قد تؤدي إلى فشل طرق مساعدة الإنجاب أو الحقن المجهري فإيه الحل هو الأكياس دي الإجابة الأكياس دي لو حجمها خمس سنتي أو أقل وعندنا سبب يستدعي إجراء الحقن المجهري نجري حقن المجهري على طول بدون ما نشيل الأكياس لو الأكياس أكتر من خمس سنتي لازم نشيلها عن طريق جراحة المنظر الأول ومهم جدا أن اللي شيلها حد متخصص في جراحة المناظر عشان ما يقصرش على زي ما حدتك عارف على مخزون المبيض ده فلو قطرها أكتر من خمس سنتي بنعمل أول جراحة منظر وبعدين لو لقينا الحوض مليان التصاقات وأناريب سيئة ممكن نعمل مباشرة حقن المجهري ده الإجابة على السؤالين بتوح حضرتك نرجع لحادثنا وهو علاقة جراحة المناظر بالعقم أو عدم حدوث الحمل قلنا على الحمل عشان يحدث لا بد من وجود حرام منوي لا بد من وجود بويضة بيتقابلوا في قناة فالوب ثم قناة فالوب فيها أهداب وفيها عضلات بتأخذ هذه البويضة الملقاحة المنقسمة علشان تنزرع في القرار المكين اللي هو الرحم وبالتالي لما ديجي زوجين بيوا للطبيب بعد مرور السنة على الزواج يبدأ رحلة البحث أول إجابة للسؤال الأول وهو أخبار الزوج إيه فبنعمل تحقيق سائل المناظر للزوج لو سائل المناظر للزوج كويس نشوف التبويض التبويض دي بنعرفها بالأعراض وبالعلامات وبالتحليلات والأشعات وبالتالي بنشوف بكل هذه الطرق البحث التبويض أخبار إيه نجل الحاجة الثالثة والمهمة وهي قناة فالوب القناة فالوب مفتوحة ولأ فيها التصويرات ولأ القناة فالوب بنعرفها عن طريق الأشعب الصبر على الزحم والأنابيب طيب احنا عملنا كل الحاجات دي وطلع ما فيش مشاكل عند الزوج وما فيش مساكل عند الزوجة ما نقدرش نقول تأخر الحمل مجهول السبب إلا لما نعمل منظار البطن منظار البطن له ثلاث فرائد الفائدة الأولى فائدة تشخصية ناخد نظرة على الزحم والأنابيب والمبايد والحوض ونحن نصرها من تحت شوف نريد سلكة أو نسلكة هذا الهدف الأول هدف الثاني هدف جراحي فيه التصاقات نسلكها نريد ضيقة نفتحها في مرض اندومتريوزيز بنعالجه أو بنكويه في أي مشكلة أخرى في الحوض بنعالجها الهدف الثالث لمنظار بنحط خطة العلاج اللي بعدك إذا أعرضه إحنا لقينا أي وعملنا أي يبقى دور جراحة المناظير أول حاجة في التشخيص نشوف هذه السيدة لأنه لو في مرض اندومتريوزيز إذا شرحنا للحلقة السابقة اللي هو البطانة الرحمية المهاجرة حاجة بسيطة موجودة في كل الحوض نقص وغيرة كده عاملة التصاقات بسيطة صعب أن احنا نكتشفها ونعالجها إلا عن طريق جراحة منظار البطن فالمرض الاندومتريوزيز البسيط ما بقدرش نشوفه ولا بنعالجه إلا عن طريق جراحة المنظار يبقى جراحة المنظار فجدتنا أولا في معرفة قناة فالوب قناة فالوب فيها مشاكل ولقة مفتوحة ولا مقفولة فيها التصاقات ولقة ولو فيها مشاكل بنحاول نصلحها عن طريق جراحة المنظار إيه اللي تاني اللي ممكن جراحة المنظار تعمله بالنسبة لعدم حدوث الحمل عندنا من أشهر أسباب ضعف التبريض حاجة اسمها تحوصل أو تكييس المبيضين تحوصل أو تكييس المبيضين بيحصل نموذجيا في السيدات البدينات والزهم زايد عندهم عدم انتظام في الدورة الشهرية عندهم شعر زيادة في الجسم ده بيطلق عليه البي سي او أو مرض تحوصل أو تكييس المبيضين وبنعرفه ازاي بنعرفه بالأعراض والعلامات والأشعات والتحليلات الأعراض قلنا سيدة وزناها زايد شوية نموذجيا يعني وزناها زايد شوية عندها شعر زيادة في جسمها وعندها عدم انتظام في الدورة الشهرية بنعمل لها سونار للبطن بنكتشف فيه معطيات معينة بنعرفها عن طريق السونار الداخلي عشان نشخص تكييس المبيضين او تحوصل المبيضين بعد كده بنعمل تحليلات التحليلات دي فيه حاجات بتعمل في يوم التالث من الدورة الشهرية فيه حاجات بتعمل في يوم العشرين من الدورة الشهرية وعلى ضوء كل هذه المعطيات بنشخص السيدة دي عندها تحوصل او تكييس المبيضين ولا لو عندها خلاص شخصنا ان عندها تحوصل المبيضين او تكييس المبيضين او بي سي او زي ما كل الناس عارفة بنبدأ تسع شهور علاج غير جراحي علاج تببي نقول لها حضرك سأل ليه لوزنك شوية بندي حاجات محفزات او محفزات للهومون الانسولين لانه وجدنا انه عند هؤلاء السيئات عندهم ريزيستنس او مقاومة لهومون الانسولين وبالتالي بنديهم ادوية علشان تزود حساسية الجسم للانسولين الخط الثالث في العلاج وهو تنشيط التبويض وتنشيط التبويض بنبدأ بحاجات بسيطة بعدين بتزود شوية طيب ادينا هذه السيدة ماشينا على الخطوط العلاجية اللي احنا ذكرناها من شوية من ستة إلى تسعة شهور ولم يحدث حمل وبالتالي طالما لم يحدث حمل بعد مرور تسعة شهور على هذه الإجراءات الذكرناها من شوية يبقى بنلجأ إلى جراحة المناظر جراحة المناظر بنجهز السيدة زي التجهيز العادي وليلت العملية بتاخد بعض التجهيزات وبعدين يوم العملية بندخل منظر البطن بننفق البطن زي أي منظر جراحي بجاز اسمه ثاني أكسيد الكربون وبعدين بنحط المنظر من البطن من الصرة وبعدين بنفتح فتانة الجلد من تحت فتحتين أو تحت كل واحدة نصف سنطر بداخل منهم آلات بنيجي نمسك المبيض بآلة وبعدين بنعمل تفقيب للمبيض مهم جدا أنه عدد مرات التفقيب اللي فيه عدد معين مهم جدا أنه الكهرباء لها فولت معين علشان ما نقصرش على مخزون المبيض وبعدين بنعمل تفقيب المبيض الأيمن وين تفقيب المبيض الأيصر وبعدين لو فيه أي التصاقات بنحاول نسلكها وبعدين من نحن صبغة من تحت فق نبيب دي فيها فيها سلكة رمس سلكة يبقى جراحة المنظر فابت أيضا في علاج العقم في المرض الشهير وهو مرض تحرسل أو تكيس المبيضين بعد فشل الطرق الطبية احنا قلنا طرق الطبية لازم الأول نستنفدها ونقعد تسعة شهور ندي الطرق اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده منفعش بنلجأ إلى جراحة المنظر ليه وقفة هنا الحقيقة مع جراحة المنظر في مرة تحاوس أو تكيس المبيضين أنه العملية دي تعتبر نسبيا عملية سهلة وبالتالي أي حد بيجريها مهما كان خبرته لو خبرته ليلة وبالتالي قد يؤدي إلى نتائي ضارة إزاي؟ إنه هو بيستعمل عدد ثقوب أكثر بيستعمل كهرباء أكثر ما بيخسلش المبيض كويس بعد التثقيب أو المبيض وهو بعد التثقيب بيلمس الأنسيج المهم يعني فيه بعض الـ الـ او الاحتياطات لازم نعملها علشان بعد كده ما يحصلش الانتصاقات لأنه وجدوا الحقيقة أنه الانتصاقات بعد مرة علاج مرة تكيس المبيضين بجراحة المنظر تترارح من 7 إلى 90% يعتمد على الجراح ولأنه وجدوا الحقيقة أنه يمكن الجراحة المنظر أول عملية بيعملها هو علاج تكيس المبيضين وبالتالي ممكن حد يجري هذه الجراحة وما ليس لديه خبرة كافية في جراحة المنظر ده إزاي جراحة المنظر بتتدخل أو لها ضوء في علاج العقم ذكرنا في الحلقة السابقة أكياس المبيض طبعا أكياس المبيض نفسها ممكن تؤدي إلى العقم لأنه كيس عندما المبيض يبع عليه كيس هذا المبيض لا يعمل وبالتالي مفهوش تبويض وبالتالي قد يؤدي إلى حدوث العقم وقلنا قبل كده أنه جميع أكياس المبيض الحميدة مهما كان حجمها ومهما كان نوحها ممكن تستأصل عن طريق جراحة منظر البطن وقلنا الحرفانة أو الأرت أو الفن في أن احنا نشيل كيس المبيض عن طريق جراحة المنظر نحنا نشيل الكيس كاملا وعشان منعا لرجوع هذا الكيس خصوصا في مواضي الاندومتريوز البطن الرحمية المهاجرة وفي نفس الوقت نحافظ على وظيفة المبيض أو المخزون المبيض لأنه إحنا لو أثرنا على هذا المبيض هذا التأثير يعني غير راجع يعني إذا أثرنا على وظيفة المبيض ما ينفع المبيض ده مش هنشتغل تاني لأسف الشديع عشان كده لازم حذر شديد ولازم التعامل الحذر مع المبيض مهم جدا وعشان كده منقول مهم جدا أنه يجري جراحة المنظر حد عنده خبرة مهمة جدا في جراحة المنظر نيجي بعد كده إيه تاني ممكن تفيدنا جراحة المنظر في علاج العقم لو السيدة عندها ورم ليفي عندنا إحنا عارفين أن الأورام اللي فيها هي أورام شائعة الحدوث لو إحنا عملنا إحصائيات للسيدات اللي على وجه الأرض اللي سنوهم 35 سنة هنلاقي 30% من هؤلاء السيدات عندهم أورام ليفيها هذا لا يعني أنه نعمل عمليات جراحية لكل هذا الكم من السيدات لكن إحنا بنعمل بنجري جراحة المنظر في الأورام اللي فيها إمتى لو هذه السيدة عندها أعراض على رأس هذه الأعراض هو النسف أو لو الورام اللي هي موجود داخل تجويف الرحم أو بيغلق أحد البوقين أحد فتحتين قناة فلوب من داخل الرحم أو من يعني عند المدخل الأبوة من الرحم أو لو حجمه كبير دول الثلاث أسباب العقم اللي ممكن يؤده إلى الثلاث أحوال في الأورام اللي فيها التي تؤدي إلى حدوث العقم وهو الورام اللي في موجود داخل الرحم وهذا الورام اللي في موجود داخل الرحم بيصاصل عن طريق راحة منظر الرحم مش عن طريق راحة منظر البطن وكل مكان الورام اللي في موجود في التجويف أكتر وكل ما تبقى العملية ايصر والعكس صحيح فوجود الورام الليفي داخل تجويف الرحم يؤدي لحدوث العقم وده بيتعالج عن طريق راحة منظر الرحم لو الورام الليفي بيغلق احد فتحتي فلوم من الرحم او لو حجمه كبير طيب الورام الليفية بنشيلها عن طريق راحة منظر عندنا الورام الليفي هيتشال ازاي الورام الليفي نشيله عن طريق منظر الرحم يئمها عن طريق منظر البطن يئمها عن طريق راحة تقليدية يعتمد على عدد الورام الليفية وعلى حجمها وعلى مكانها وبالتالي قبل ما انا اعمل اي مايومكتومي او اصال الورام الليفية سواء عن طريق الرحم منظر الرحم او منظر البطن لابد من عمل موجات صوتية عند حد خبير هيقول لي الورام الليفية دي موجودة فين حلاقتها بالتجوش وعلى الرحم ايه وحجمها قد ايه وعددها كام فده مهم جدا ده هيقضر اذا كنت انا هشيل هذا الورام الليفي هشيله هلاء الاول وده كنت هشيله 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 عن طريق جراحة منظر الرحم او جراحة منظر البطن او جراحة تقليدية لو سيدة مثلا احيانا بنشوف ورام الليفي قد يصل لسيدة حامل في حامل كامل تسع شهور فده بناء ما زلنا نستقصره عن طريق جراحة تقليدية لكن لو عندنا ورامين قطرهم لتنين اتناشر سنتي او ورام واحد قطر اتناشر سنتي ممكن يصل اصر عن طريق جراحة منظر الرحم او متأسف جراحة منظر البطن بنعمل ايه بنجهز السيدة زي اي تجهيز عادي بعدين بنفتح على الورام الليفي نشوف حتة اللي هي اكتر حتة بلجينج او اي اكتر حتة منتفخة بنفتح على الورام الليفي بعدين بنسلك الورام الليفي من الرحم وبعدين بنخيط الرحم بالمنظر وبعدين الورام الليفي طلع بنفرمه عن طريق مفرمة ايلكتريك يعني مفرمة كنا زمان لما كان الورام الليفي صغير كنا بنفرمه من مفرمة عادية مانوال لكن دوقتي لازم مفرمة ايلكتريك علشان حجم الورام اللي بنشيله احيان بيصل الى حوالي 10-12-15 سنتي فالورام الليفية ايضا دي بالظروف اللي احنا حكناها من شوية ممكن تؤدي الى عدم حدوث الحمل او العقم وده ايضا دور مهم لجراحة المناظير في علاج الاورام الليفية وبالتالي في احداث الحمل ايه تاني ممكن جراحة المناظير اتفادنا في احداث في او تعالج العقم لو مش في مشكلة في الانبيب مشاكل الانبيب زي الصالح مساء من شوية اذا الانبوبة مقفولة ومنتفخة جواها سائل اذا هذه الانبوبة مقفولة ومنتفخة جواها سائل لو الافلة ده بسيط وما زال جدار الانبوبة رقيق ممكن نفتحها زي مرسيدس كده وبعدين بنقلب بنجيب الميوكوزة او البطانة الانبوبة ونطلعها للخارج وبعدين بنكويها من الخارج بقى حاجة اسمها بايب رولر عشان من الماء تبقى زي الوردة فمنطلع الانبوبة كده من بره بتطلع الميوكوزة اللي داخلها بيطلع لبره ولو لسه الجدار الرقيق لو جدار هذه الانبوبة سميك وفيها التصقات عنيفة وجوها سائل كتير وحجمها كبير بنفصلها عن الرحم ولو موجود من ناحيتين هذا الكلام بنفصلهم عن الرحم وخلاص الوقت الانبوبة مش موجودين لو فصلنا الاثنين عن الرحم بنلجأ بعد كده الى اطفال الانبيب او الحقن المجاري لان قناة فالوب ده ايه وظيفتها قناة فالوب هي مكان مكان مقابلة الحيوان المنوي بالبويضة الحيوان المنوي بيقابل البويضة في الثلوس الخارج لقناة فالوب اذا الانبوبة دي كانت مقفولة او فيها مشاكل هذا اللقاء لا يتم وبالتالي لا يحدث الحمل طب نعمل ايه بنعمل منظر ونحاول نصلح هذه الانبوبة احنا بالمنظر لو الانبوبة قابلة للاصلاح خلاص صلحناها احيانا الحقيقة بتبقى بتبقى يقى المنظر الانبوبة جدارها سميك وفيها التصقات عنيفة وشكلها مش كويس وفيها التهاب مزمن فالانبوبة دي خلاص يعني اعتقد انها غير صالحة للاداء وبالتالي بعد بنعمل منظر بنقول لها زي السيدة حضرتك احنا شفنا الانبوبة دي مش نفعة فبالتالي الانبوبة دي كان ايه وظيفتها هي مكان التقاء البواردة بالحرمان ويطب لا يتم في الداخل فنعمله في الخارج اللي هو ما يسمى باطفال انابيب او الحقن المجهري طيب ايه ايه تاني ممكن الجراحة المناظير تفيدنا في علاج العقم زر رضا ما قلنا من شوية في موضع الاندومتيوزة ايه الاندومتيوزة هو وجود نسيج مشابه في تركيبه لبطانة الرحم لكنه موجود في مكان غير طبيعي خارج تجروف الرحم وهذا النسيج بيستجيب للهرمونات بالضبط زي بطانة الرحم بمعنى لما بيحصل دورة شهرية في بطانة الرحم هذا النسيج الموجود في مكان غير طبيعي خارج الرحم وفي الغالب في الحوض ممكن موجود في اي مكان في الجسم بيحصل فيه دورة شهرية فلو موجود في المبيض بقى دورة شهرية مع شهر اثنين ثلاث اربعة خمسة قد يبقى كيس دموي عشان كده للأسف انه مرض الاندومتيوزيس او البطانة الرحمية الهاجرة هو مرض بروغريسيف يعني بيزيد معموله الوقت ليه لانه طالما هناك دورة شهرية المرض موجود وبينتشر وبيستمر لو الدورة الشهرية دي غير موجودة يبقى المرض بينتحر عشان كده حدوث الحمل وما يعقبه من ارضاع وعدم وجوده دورة شهرية في فترة الحمل وفي فترة الرضاعة ده احسن علاج لمراض الاندومتيوزيس لانه هو البطانة الرحمية المهاجرة وبالتالي ما فيش دورة شهرية في الرحم وبالتالي ما فيش دورة شهرية في هذا النسيج الموجود خارج الرحم وبالتالي بقى هذا المرض غير موجود او انتحر او مش موجود لذلك هو احنا بنجتهد لما بعد ما بنعمل اجراحة المنظار انه ندي ترنشيط التبويض عشان ونجتهد انه هذه السيدة يحصل لها حمل لو حصل حمل يبقى احنا نجحنا نجاح كامل وبالتالي يبقى السيدة دي عندها تسع شهور ما فيش دورة شهرية بيعقب بيعقب ذلك فترة الارضاعة اللي ممكن تصل الى سنتين ما فيش دورة شهرية وبالتالي هذا هو افضل علاج لمراض الاندومتيوزيس ومراض الاندومتيوزيس زي ما هو له علاج جراحي لو هذه السيدة عندها ألم بس احنا ذكرنا لو حضرت كنت تتكلم في الحلقة السابقة انه مرض الاندومتيوزيس له عراضين العراض الاول مجموعة من الالام ذكرناها من الحلقة السابقة المجموعة الثانية وهو العقم وعدم حدوث الحمل في السيدات اللي عندهم عقم لازم لازم التدخل الجراحي مناش حل تاني في السيدات اللي عندهم ألم بس وما عندهمش رغبة في حدوث الحمل ممكن نديهم علاج طبي فلسفة العلاج الطبي ايضا هو عدم حدوث دورة شهرية عشان كده كل انواع فيها عندنا حوالي اربع او خمس انواع من الادوية كلها فلسفتها تؤدي الى انه الدورة الشهرية ما تحصلش يعني من ضمنهم مثلا حوما الحمل بس حوما الحمل من اديها للسيدة عندها اندومتريوزيس بصفة مستمرة من الداشة أسابيع وبطل أسبوع لو احنا لو عملنا كده ده ممكن يؤدي الى ما عملناش حاجة عشان كده علاج علاج مرض الاندومتريوزيس الطبي لابد من علاج مستمرة وهذا علاج مستمر قد يصل الى 9 الى 10 شهور واثناء 19 شهور ما بيحصلش حمل السيدات اللي عندهم مشاكل بيتحسن طيب يبقى ده كل ده يعني احوال تؤدي الى العقم و ممكن نعليجها عن طريق جراحة المنظر يبقى جراحة المنظر فادت جدا في احوال كثيرة جدا قد تؤدي الى احداث العقم طيب عندنا تصالت تلفوني الو السلام عليكم قدام شهر مالفضلي عليكم السلام 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 بسامك الفضلي مالفضلي الو حاولي تكلمني تاني حضرتك ده كلمنا على جراحة المنظر وعلاقتها بالعقم او عدم القدرة على الانجاب وقلنا انه جراحة المنظر بدأت كاملة في سنة 81 ايضا في جراحة منظر الرحم جراحة منظر الرحم ده بتفيد جدا ايضا في علاج العقم السيدات اللي عندهم حاجز في الرحم هذا الحاجز لهو كبير او عريض كتير بيؤدي الى عدم حدوث الحمل وبالتالي بنعالج بنشيل هذا الحاجز عن طريق جراحة منظر الرحم احنا عندنا الرحم بيبقى الجدار الامامي تقريبا ملتصق بالجدار الخلفي فما نجي نعمل جراحة منظر الرحم لازم نحقن سائل تحت ضغط هذا السائل بيفتح الرحم وبالتالي بنقدر نجري الجراحة داخل الرحم لما احنا بنشيل الحاجز عن طريق في اغلب الاحوال بنشيله عن طريق الدياثرامي او عن طريق السماء الكهرباء وبالتالي لازم نستعمل السائل هذا السائل بيسموه الاكترولايت في يعني لا يحتوي على الاكترولايت ليه لما احنا بنحط كهرباء جوة وسائل بيحصل تأي لهذا السائل وبالتالي ممكن سيدة تتكهرب وبالتالي بنستعمل مادة اسمها مادة الجليسين طبعا ناخد صال تليفون على فضالي السلام عليكم عليكم السلام بقول لحضراتي بطر عندي تكيسات على المضاويت طيب عمرك سمعني عمرك ايو عفك سمعك عمرك كم سنة عمرك تلاتين كم تلاتين عمرك تلاتين سنة بتجوز بقى لك قدي وخليفت قبل كده لا يا دكتور طب وعملت ايه في ست سنين دولي يعني بس انا وعمل منزار عشان خاطر عملت منزار يعني عملت منزار تلاتي عندي أمبوها مزدودة عشان التكيسات يعني طب تبويض عنده بلتويس والدورة بجيني كده من غير علاج كل شهر بشهر بس أنا عمز يومونه الذكورة عائلي خمسة وتسائل شرمية عملت كبير حان المجاري كنت مركاعة جلنا واحد عشر وكان هو ازرق افتحيب لخمسة وتسائل بويدة زي ما الدكتور بيقول لي حاد حاد اجابك حاد حاد واضح انه السيدة الفاضلة المتصلة انه في مشكلتين في مشكلة عند الزوج وفي مشكلة عندها هي الزوج عنده مشكلة في تحييس منوي في مشكلة عندها في التبويض واحيانا برضو عندها في اموة ولوبتين فيها مشاكل فنصيحة لحضرتك ان احنا نعيدلك تاني الحقن المجهري لكن نشوف نراجع السيناريو اللي حصل في الحقن المجهري السابق احنا مشينا على اي بورتوكول دينا اي ادوية اي الاستجابة كانت المبيض شكلها ايه الاجنة كان شكلهم ايه راجعناهم في اليوم الكام يعني في الحقن المجهري السابق علشان نحاول ان احنا نعمل تحوير شوية علشان نعمل لحضرتك حقن المجهري تاني فنصيحة لحضرتك اني نعملك حقن المجهري تاني لكن نحاول نبحث ليه الحقن المجهري السابق ما حصلش فيه نجاحها ونحاول نتدرك الموضوع من احنا نحاول نعمل تحوير شوية في كورس العلاج وفيه اللي هيحصل فيه الحقد المجهري الحالي نرجع تاني لموضوعنا وكنا بتكلم أخيرا على جراحة منظر الرحم وقلنا إنه إحنا لو فيه سيدة عندها حاجز رحمي فبنشيله عن طريق جراحة منظر الرحم وقلنا بنحتاج من حول نحن نسائل اسمه جلايسين وهذا السائل من خصائصه إنه هو مفروحش إلكترلايس وبالتالي لا يتأين وبالتالي ما نجي نستعمل الكهرباء داخل هذا السائل ما يحصلش انتشار الدياثيرمي أو الكهرباء فوجود سيبتم أو حاجز داخل الرحم ده قد يؤدي إلى عدم حدوث الحال اتنين وجود ورمليفي داخل الرحم ورمليفي داخل الرحم قلنا من شوية إنه هو أيضا ممكن يؤدي إلى العقم وبالتالي بنشيله عن طريق جراحة منظر الرحم بنجهز السيدة وبنفخ السائل إحنا نذكرنا من شوية تحت ضغط ضغط بريشر علشان يبقى الرحم مفتوح وبعدين بنعمل شيفينج لهذا الورمليفي يعني شيفينج يعني زي واحد بيحلق الورمليفي بيجيب عبارة عن سليسيز زي قطع صغيرة الغاية الورمليفي الغاية ما يتساوى ببطانة الرحم يبقى أيضا اللي عندنا ورمليفي داخل الرحم بنشيله عن طريق جراحة منظر الرحم لو عندنا التساقات داخل الرحم وكان فيه زمان عالم اسمه أشر من وصفة عشان كان يسمونه أشر من سندروم وهو التساقات داخل الرحم وده الحقيقة من أسوأ المراقف اللي بيقابلها الدكتور خصوصا لو هذه التساقات عنيفة وقدت إلى عدم مجيء الدورة الشهرية بتبقى خلاص الجدار الرحم الأمامي لزق في جدار الرحم الخلفي والساقات عنيفة داخل الرحم ما فيش بطانة ما فيش دورة تتكون ما فيش دورة شهرية وده بيحصل حقيقة إمتى في السيدات ما يجي نعمل الكحت للسيدة والكحت ده بعمل الكحت الكحت للرحم كان عنيف شوية وفي الغالب لو يعني بعد الكحت ده حصل نوع من الالتهابات داخل الرحم اللي حاجتين دون مع بعض بيعملوا التساقات عنيفة داخل الرحم وده الحقيقة من المواقف المش كويسة لأنه عشان ما ندخل داخل الرحم ما فيش سكة عشان ندخل داخل الرحم لكن لو بنا وفقنا ونجحنا وقصينا هذه الساقات إما بنقصها بنقصها بمقص عادي بدون استعمال كهرباء أو في الغالب بنقصها باستعمال كهرباء وبعدين احنا قصينا للساقات الموجودة داخل الرحم نعمل إيه مش هينفع نسابها كده لو سبناها كده ممكن تتكون تاني بنعمل فيه إضافتين يبقى احنا أول حاجة قصيناها جراحيا هذه الساقات الإضافة الثانية ان احنا بنحط حاجة داخل الرحم هذه الحاجة ممكن يكون بلونة أو حينما بنحط الأولب هذا الحاجة اللي احنا بنحطها داخل الرحم فلسفتها انها بتمنع حدوث الاساقات مرة أخرى الحاجة التالتة بندي أدوية بتساعد على بناء بطانة الرحم يبقى احنا عملنا ثلاث خطوات الخطوة الأولى قصينا هذه الاساقات الجراحية الحاجة الثانية حطينا حاجة داخل الرحم تمنع تكوين التاني الحاجة التالتة ادينا أدوية عشان تبني بطانة الرحم لو الطبيب محظوظه الحقيقة الدنيا مش تمشي كويس وبترجع الدورة الشهرية طبعا مجاوة الدورة الشهرية بترجع في الغالب يبقى احنا بدأنا في سكة النجاح وقد يحدث حمل فدي الالتصاقات داخل الرحم طبعا تؤدي إلى عدم حدوث الحمل برضو لو فيه سيدة كانت قبل كده حتى لولا بداخل الرحم ولولا بدأ نسيته وحصل مشاكل داخل الرحم ودوقت عازل حاملة تاني فبنشيله عن طريق جراحة منظر الرحم لهو موجود داخل الرحم فمهم جدا ان ده برضو ضمن الحاجات قد تؤدي إلى مشاكل وعدم حدوث الحمل طبعا الحاجة اللي بعد كده فيه حاجة حسنا بوليب أو لحمية اللحمية ده ممكن تبقى موجودة داخل واحد مقطع واحد أو أكتر أحيانا أجد بتعيق حدوث الحمل فبنشيلها عن طريق جراحة منظر الرحم طيب هنأخذ فاصل فيه فاصل لقتي لسه طيب أوكي ده ده جراحات منظر الرحم وجراحات منظر البطن و أهميتهم في علاج العقم في عندنا إحنا معرفناش نعالج العقم عن طريق جراحات المنظر بنلجأ إلى وسائل اسمها وسائل إخصاب المساعد إيه وسائل إخصاب المساعد لو عندنا إحنا عملنا منظر البطن ما حصلش حم أو الأنابيب دي غير قابلة للإصلاح بنلجأ الوسائل الإخصاب المساعد وسائل الإخصاب المساعد هما ثلاثة ونما واحد هو حاجة اسمها التلقيح تاخر الرحم نما اثنين أطفال الأنابيب نما ثلاثة الحقن المجهري كل واحد من دول له ما يناسبه من السيدات في سيدة بتحتاج إلى التلقيح الصناعي بنجري لها التلقيح الصناعي في سيدة بتحتاج إلى الأطفال الأنابيب بنجري لها الأطفال الأنابيب في سيدة تحتاج إلى حقن المجهري والحقن المجهري الحقيقة ده ملأ سنة 91 وده كان ثورة في علاج عقم الرجال يعني كنا زمان قبل سنة 91 لو الزوج ما عندهش حمارة منوية أو عدد قليل فبنقوله والله احتمال حدوث الحمل ضعيف لكن حاليا لو الزوج ما عندهش حمارة منوية تماما في السائل المنوي لكن عنده حمارة منوية في الخصية سهل جدا ونجاهز السيدة بنديها أدوية تنشيط التبويض بنطير التبويض عن طريق المجهري بنطير التبويض عن طريق المجهري بعدين بناخد عينة خصية ونستعمل عينة في الحقن المجهري بنحقن كل بغض الحمارة ونحطن في الحضان التالي بعدين ما يكون جنين بنرجع الجنين داخل الرحم ده كان كان ملخص لجراحة المناظير ووسائل الإخصار المساعد في علاج العقم وده كان نهاية حلقتنا النهاردة نستودعكم الله ونلتقي إن شاء في الحلقة القادمة قبل خمسين دقيقة من الآن استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة